حذرت الكتلة الإيزيديا نيابية من محاولات لخلق التوتر في قضاء سنجار بمحافظة نينوى وإثارة الفوضى وخلق الأوراق نافية اعتداء أبناء قوميتها على جمع الرحمن في القضاء لتضليل الرأي العام وخلق نوع من التوتر في القضاء وأشارت في بيان إلى عدم معارضتها عودة الأسر النازحة من المكونات الأخرى إلى القضاء بستثناء الذين تلطخت آياديةهم بدماء الإيزيديين موضحة أن أغلب عناصر قوة حماية الجامعة التابعة لوزارة الداخلية من أبناء القومية الإيزيدية ولغاية الآن يمارسون دورهم في توفير الحماية لجمع الرحمن وحذر الخبير الأمني عقيل الطائي من الجهات التي تحاول تأجيج الصراع الطائفي أو العرقي أو الديني من خلال خلق الفتنة مع التأني ومراعاة الضوابط عند إعادة بعض الأسر فيما دع الحكومة والأجهزة الأمنية إلى مراجعة بيانات ومعلومات الأسر التي عادت من مخيم الهول السوري لمنع انتشار الثقافة والفكر المتطرف والإرهابي الذي تحمله تلك الأسر ترجمة نانسي قنقر